أكد الرئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة وأزلية العلاقات مع مصر وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وخلال لقائه بمكتبه سفير مصر لدى السودان هاني صلاح أكد البرهان حرص بلاده على المضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسك الحديد بين البلدين فضلا عن تفعيل التجارة البينية من جانبه قال سفير مصر لدى السودان إن اللقاء تطرق للمبادرة المصرية التي تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية حيث تم الاتفاق على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية